دكتور غريبة لافت قرار شركة توتال التي أبرمت صفقة نفطية ضخمة مع الحكومة الإيرانية وقف مشاريعها في إيران كذلك شركة ميرسك الدنماركية للنقل البحري هناك الحديث عن وقع العقوبات الأمريكية على الشركات التي تتعاون مع طهران أو تنفذ مشاريع فيها كسر العقوبات الأمريكية بعد تهديد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بفرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تستثمر في إيران فعلا هذه النقطة مهمة جدا وهذه أحد نقاط الخلاف الرئيسية بين الأوروبيين والأمريكيين الأوروبيين طبعا يعتقدون بأنه يجب الحفاظ على الاتفاق طالما إيران ملتزمة به وهذا يعني بأن لشركاتهم الحق ويجب أن تستمر هذه الشركات في العمل بإيران ويجب طمأنة إيران أيضا بأنه سيتم الاستمرار في عمليات الاستثمار هناك مثلا أحد النقاط التي تمت الموافقة عليها في الاتحاد الأوروبي من قبل مجلس الاتحاد وهي أنه سيتم استكشاف بعض السبل مثلا لتعويض أو لدفع مبلغ مرة واحدة لإيران تمنى مثلا الشراء النفط أو الغاز من إيران قبل الأطراف الأوروبية لمرة واحدة والحصول على استثناءات أمريكية أي أن الأوروبيين لا يزالوا كما ذكر الدكتور جميلة هناك محاولات أيضا للتفاهم مع الأمريكيين لأن الولايات المتحدة والأوروبيين لا يريدوا التصادم مع واشنطن ولكن في نفس الوقت لا يريدوا أيضا ولكن دكتور غريب ما حجم الفجوة بين إيران والأطراف المتبقية في الاتفاق هل لا تزال هذه الفجوة واسعة؟ بدون شك هذه الفجوة لا تزال قائمة هناك جرت محاولات وخاصة من بعض الأطراف الأوروبية مثلا الفرنسيين لمحاولة تقليص أو تضييق هذه الفجوة وللحفاظ على الإدارة الأمريكية ضمن الاتفاق ولكن طبعا تبقى هناك ليس فقط موضوع الاتفاق النووي هناك القضايا الأخرى التي تتعلق بهذا الموضوع والتي يتفق بعض الأوروبيين لأن هناك لا يوجد أيضا موقف موحد بين الأوروبيين حول كيفية التعامل مع القضايا الأخرى مثلا مثل القضايا زعزعت الاستقرار التي تثيرها الإدارة الأمريكية وأثارتها فرنسا وبريطانيا هناك أيضا موضوع الصواريخ الباليستية وبالتالي فأن هذه الأمور لا تزال توجد فجوات ولكن هناك أيضا بعض الأوروبيين الذين يقولوا يجب عدم التعامل مع الولايات المتحدة وأنه يجب عدم السماح لها بفرض عقوبات تنوية ولكن الواقع كما تفضلت وأشرت أن الشركات الأوروبية ستأخذ مصالحها بعين الاعتبار إذا كان لديها عدة مليارات استثمارات في الولايات المتحدة ومئات الملايين أو مليار مثلا مثل شركة توتال في إيران فأنها ستضع أو تعطي أولوية لمصالحها في الولايات المتحدة وهذا ينطبق على شركة سيمينز وبعض الشركات الأخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر